وينضم إلينا مراسل غد من القاهرة كريم الشيخ كريم بداية دعنا نبدأ بمستجدات الإجراءات الحكومية لاحتواء الأزمة إذا ما تحدثنا عن الجانب الحكومي كان هناك عدد من الاجتماعات عقدها رئيس الوزراء المصري صباحا اليوم وخرج بعدد من البيانات قبل قليل من هذه البيانات هو توجيه وزيرة الصحة ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة بالتعاون المثمر مع باقي الوزراء من أجل توفير كافة المستلزمات الطبية للقطاع الطبي وأيضا توفير التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة على ناحية الأخرى أيضا رئيس الوزراء كلف وزير الإسكان بالإسراع في الانتهاء من المشروعات القومية المتعلقة بملف الإسكان وأيضا صرف المستحقات لجميع المقاولين العاملين في هذا المجال بالإضافة إلى التأكيد على الانتزام بالمعايير السلامة والمعايير المهنية لكافة العاملين بهذا المجال على الناحية الأخرى يمكن أن نقول أنه حتى هذه الأثناء لم يضر أي بيان من قبل الحكومة المصرية متعلق بالشحنة التي ستصل على مدار الساعات المقبلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية حتى أن الصحيفة نفسها قالت أنها توصلت مع السفارة المصرية بأمريكا والسفارة المصرية لم تعلق على هذا الأمر من المتوقع أن يكون هناك فيديو في ساعة لاحقة أو بيان من قبل وزارة الصحة المصرية ستتحدث فيه وزارة الصحة المصرية عن المساعدات التي سترسل إلى الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأمر لم يكن هو الأول من نوعه لمصر قبل أيام كانت هناك شحنة إلى إيطاليا وقبل شهر منها الآن كانت هناك شحنة أخرى إلى الصين وبالتالي مصر تحاول مد جسور التعاون مع كافة الدول التي تعاني من انتشار فيروس كورونا نعم شكرا جزيلا لك مرسل وغد من القاهرة كريم الشيخ